حكاية من تصاري في الزمان لها في داخل المعنى معاني نؤمل حكمة فيها لقلب ومن منا بقلب لا يعاني أتى سلطان يسردها عليكم أتى سلطان يسردها عليكم بقلبي شاهد قبل اللسان ترى فعل الخير مو لازم إنسان ملتزم أو طالب علم مهما كنت على أي حالة افعل الخير لن تعدم جوازيه أتى سلطان يسردها عليكم بقلبي شاهد قبل اللسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم والمساء استولى مجموعة من اللصوص على قلعة في نيسابور في عهد عضودي الدولة المشكلة أن هذه القلعة كانت منيعة حصينة على قمة جبل وهم مجموعة من اللصوص السراق فتاك شريسين ازداد شرهم وانتشر وتأذى الناس منهم كانوا يغيرون على القوافل ويسرقون وينهبون وروعوا الآمنين وفعلوا بالناس الأفاعيل فغضب الخليفة أرسل 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 إلى أن يعني خلاص مثل ما تقول يعني وصل السيل الزبا فأرسل لهم جيشا جيش من أجل أن يضربون الحصار على هذه القلعة قال لو تحاصرونهم سنة لا أشوف واحد فيكم إلا أنت هنا مشكلة هذه فذهب هؤلاء اللي هم الجيش طبعا وحاصروا هذه القلعة وهي قلعة منيعة حصينة ومن فيها فيهم يعني شراسة عالية جدا متمرسين في القتال متمرسين في الكر والفر فكانوا يفتحون أبواب الحصن أحيانا ويخرج منهم خمسين ستين ثم يشتبكون مع الجيش ويرجعون بسرعة فيقتلون ويؤثرون في الجيش تأثير يعني بالغ جدا فأثر ذلك يعني على الجيش وأرادوا أن ينكلون بهم لكن يعني شيء كان مستحيل المهمة هذه أصبحت وفي مرة من المرات خرجوا كعدتهم خرجوا بالحصن مجموعة مئة وخمسين يخرجون ويقاتلون ثم يرجعون فأسر منهم خمسين أسر الجيش المحاصر لتبع الخليفة أسر من هؤلاء اللصوص خمسين فأراد قائد الجيش أن يقتلهم قتلة ترعب من في الحصن فأخذهم بعد أن كبلهم وكتفهم إلى قمة جبل أعلى من القلعة جبل كان مشرف على القلعة فأخذ هؤلاء الخمسين مكبلين إلى قمة هذا الجبل فصاروا فوق الجبل مشرفين على القلعة وصار كل من في القلعة يرى هؤلاء اللي هم أصدقائهم طبعا مأسورين وكان يرمي يرميهم واحدا واحدا من أعلى الجبل حتى يرعب البقية وكان إذا دفع الشخص منهم يتدحرج يتدحرج حتى ما يصل إلى الأرض إلا وقد تمزق مزقته أدراس الصخور الجبل واحدا واحدا ولا يرمي الآخر حتى يستقر ذلك في الأرض يعني زي اللي كذا يعني يتلذى فيهم ويمعن في الرعب بالفعل يعني أرعبهم فدفعهم واحدا 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 إلى آخر واحد لم يتبقى إلا شاب صغير من العصابة لكن صغير يعني كالعمر سبعة 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 فدفعوه فأخذ يتدحرج حتى وصل إلى الأرض فلما وصل إلى الأرض وإذا به سليم ما فيه ولا شيء اللهم تقطعت القيود فأخذ يركض الشاب يركض يريد النجاح فأمسكوا به وأخذ يكبر يعني أخذ الناس يكبرون من في القلعة يكبرون وحتى حتى الجيش هؤلاء يعني سبحان الله تعجبوا من هذا المنظر هذه المسافة كلها وماذا شيء لا ويجري فأخذوا يعني يتشفعون له عند قائد الجيش اللي هم أفراد الجيش طبعا قالوا خلاص هذا يعني نجاه الله وسامح وكذا وشاب صغير قال لا فحاولوا فأبى قال إلا أن يقتل جيبوا طلعوا طلعوا جيبوا ثاني مرة فكتفوه وصعدوا به للجبل مرة أخرى فأخذوا يتشفعون ويترجعون فأبى قال ادفعوه فدفعوه فأخذ يتدحرج حتى وصل إلى الأرض وإذا به لم يخدش يركض على رجله فكبر الجيش وكبر من في الداخل قال هذا شيء معجز هذا يعني عندها انبهر هذا القائد قال جيبوا جيبوا طبعا شفع من حوله وكذا لا تكفي خلاص خلي نجاه الله مسكين وكذا فقال تعال هذا عنده عمل هذا عنده عمل صالح هذا عنده شيء هذا فيه سر فنادا قال أنت صلي قال ولا نصلي ولا نعرف الصلاح قال يعني أنت طب ما العمل الصالح الذي فعلته في حياتك قال والله ما اذكر أني يعني صنعت خيرا قط إلا ما تعلمون في قطع الطريق والتلصص والسرقة قال ما هو معقول أبدا فيه سر المسألة من مصادفة من مرة وحدة مرتين فقال تذكرت تذكرت قال ما صنعت قال والله ما أذكر أني صنعت خيرا قط إلا مرة خرجنا للسرقة وقطعنا طريقة إحدى القوافل وأسرنا من فيها وصعدنا بهم للقلعة يقول فسبحان الله قتلوا يعني من شدة الشراس اللي هم فيها والفتك إذا سرقوا القافلة يقتلونهم لا يتركون هكذا يعني يعني بشكل يعني مستفز للحاكم قال وما تبقى إلا رجل واحد كان يعني العصاب هؤلاء سرقوا قافلة ونهبوا ما فيها ومن فيها فقتلهم فقتلهم إلا واحد يقول كان سيدي هذا الشاب يقول كان سيدي يطمع فيما وراءه من مال قال ارسل إلى أهلك يشترونك يفتدونك قال والله ما أعرف ولا أذكر أني تركت ورائي شيء إلا كل ما عندي أخدته ما عندي شيء يقول فأخذ يعذبه يعذبه ويلكل به إلا أن يأتي بالمال اللي مخبع عند أهلك قال الله ما عندي شيء يقول فقال لي سيدي خذه معك وقتله واذبحه في مكان كذا خارج القلعة أمره يقول أمرني بعد أن شد وثاقه قال أخذه معك واذبحه عند مكان كذا وكذا وأتني برأسه أجيب رأسه لي يقول فأخذته فلما رآني هذا الرجل أعسفه يعني أدفعه بقوة قال ما تصنع بي إلى أين تذهب بي يقول فلم أجيبه فأخذ يتوسل إلي ويستخدم استعطفني إلى أين تذهب بي وين بتوديني يقول فقلت له أمرني سيدي أن أذبحك وأن أأخذ رأسك وأوديه له يقول يقول فقال إن لي بناتا صغار وأطفال والله لا عائلة لهم إلا أنا أتركني واحتسب الأجر فيه وأخذ استعطفني استعطفني حتى سبحان الله يقول لا أنا قلبي له يقول في حياتي ما قد لان قلبي لأحد إلا لهذا الرجل يقول لا أنا قلبي له لكن قلت أنا ودي أساعدك مسارة ما أقدر أنا أمرني أني أذبحك واجي في رأسك كيف أسوي قال أسمع ادعي أني هربت يقول فسكت قليلا قلت نعم ولكن اشدخ رأسي بهذا الحجر اضربني اضربني يعني خلي الدم يطلع من رأسي قال والله لا أكافئك بهذا قال لا سبيلك للنجاة إلا هذا اضربني بحجر حتى يخرج الدم مني وأنا أترك وانت حاول تجتهد تجتهد في 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 الهروب وأنا أنتظر حتى يعني أتوقع المدة لتوقع أنك تكون أبعدت فيها ثم يعني أدبر نفسي مع سيدي يقول فضربني بحجر فسال الدم على وجهي وفككت قيوده وولى هاربا فضللت في مكاني وقتا حتى توقعت أنه يعني يكون أبعد ثم ثم رجعت إلى سيدي وأنا على حالة يعني مفزعة دم وكذا فقال ما صنع بك هذا ما صنع بك قلت يا سيدي قد أرسلت معي شيطانا لا إنسان ما هو إلا أن خرجنا من القلعة فأخذني وضربني وكاد أن يقتلني وفك قيوده وولى هاربا يقول فانتفض سيدي وأخذ معه مجموعة من الرجال وخرجوا يبحثون عنه في كل مكان بحثوا عنه ما وجدوا فر ذاك الرجل يقول والله ما أذكر إلا هذه الحسنة إن كان نجاني إلا بها فهذه ما عندي غيرها بس فقال أحسب أن الله قد نجاك بها سبحان الله إخواني يعني هذا سارق قاطع طريق أثار الرعب في قلوب المسلمين نكل بهم قتل وفتك عندما صنع معروفا حفظ الله له ذا هذا المعروف من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس احرص على فعل الخير مهما كنت لا تقول أنا عاصي لا تقول أنا إنسان بعيد عن الله لا تقول أنا وين لا اجعل لك معروف اجعل لك خبيئة اجعل لك عمل صالح لا يعلم به أحد إلا الله لعل الله ينفعك به في وقت الشدة أسأل الله أن يستعملني وإياكم في طاعته وأن يجعلني وإياكم مفاتيح غير ما غالي قشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هموم المرء من آني اللي آني هموم المرء من آني اللي آني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة